ليه بلاغك ضد طارق شناوي الناقد وبلاغك ضده لا اوه مش بلاغك اوه اتنين النهاردة كمان عملت واحد تاني ليه لان هذه امور في النيابة في التحقيقات ولا بلاي جوز الكلام فيها كنقيب ولا كزوج لا 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 كنقيب كنقيب هو اتهامني اتهام وحسب عليه قانونا زوج ايه انما انا النهاردة كمان تقدمت ببلاغ تاني اتهام في المقال اه طبعا دكتور اشرف المقال بالتاريخ تسعة عرب يا فندم انا مقدم البلاغ والنهاردة تقدمت ببلاغ تاني لانه بيأثر على الرأي العام وعلى نزاية القضاء والتحقيقات ويفشأ اثار التحقيقات بانه يطلع في مواقع ويطلع في جرد ويتكلم فيها لا تعليق على تحقيقات في النيابة ونفايصل بيني وبينه النيابة طبعا طيب النهاردة تقدمت ببلاغ تاني بلاغ النهاردة مختلف عن بلاغ طبعا ويتكلم على حاجات في التحيات لا يجوز انك تتكلم في حاجات في القضاء فبيننا القضاء طيب هارجع على حاجة انا هنا بتكلم نقيب فنان انا مش بتكلم نقيب فنان بيخترم الرأي العام بتحترم النقد يا فندم انت لما تتهمي انا ما بتكلمش عن نقد لما تتهمي ده مش نقد الاتهام مش نقد ايه المشكلة لا بقى يعني انا عفوا عفوا ايه المشكلة انه طريق الشناوي لو عنده حد قريبه يقف جنبه يساعده او ما يقفش جنبه او ما يساعدوش مش لمجرد انه هو قريب ويبقى فيه اتهام يعني ده اللي انا بتكلم فيه يا فندم انا وجهة الي اتهام لو ثبتاه لابد ان ازجن اللي هو ايه اللي اكتهمي لا في النيابة الكلام ده في النيابة اه في المقال وانا كلمت نقيب الصحفيين استأذنته وكلمت رئيس مجلس ادارة الجريدة استأذنته والحقيقة عشان العنوان الملأة من نفوذ ام الموهبة لا 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 يا فندم وانا يعني يعني باشكر طبعا السيد رئيس تحرير الرجل قال لي حق الرد واللي انت عايزه قلت له سأأخذ حقي من القضاء لاننا اتهمت تهمة لو ثبتت وجب سجني فسأدافع عن نفسي حتى اخر اللحظة وبيننا القضاء ولن اتحدث في ده في اي وسائل اعلام ولا اي مواقع لاننا تقدمت بلاغ ضده النهاردة ان هو بيكتب وبينشر وبيطلع في مواقع ليه التأثير على الرأي العام وعلى سير التحقيقات طيب هو هو عامل حالة كناقد انا لست بدافع عن طارق وحضرتك عارف عن استثار بس انا اقصد ايه لو ليه حق القضاء هدوني اشرف زاكي معروف عنه لا تسب يعني لا تسب يعني لا انت موافع علينا تسب اشرف زاكي معروف عنه ان هو بيقرب وجات النظر ان هو بيفض اشتباك لا لا مش في السب فاهم اقصد ايه مش في السب لا مش في السب ما هو متكلم على محمد حلاوة وعلى محمد سامي لا يا فنم لا يا فنم كل واحد حر يا فنم مش في السب انا انقض حضرتك اقول برنامجك مش عاجبني براحتك برنامج ده متقيل براحتك انما ما اجا اقول ان حضرتك انا عاست مسلا مرتاشية رد علي بس كده هو عمل حاجة زي كده عمل حاجة شابه كده فبيننا القضاء ولن اترك حقي لانك بتتهمني في شرفي بيننا القضاء اللي يخلي دكتور اشرف زكي يتنازل وقبل كده نعم لا لا ما فيش تنازل انا منتظر القضاء 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 والقضاء مش في القاهرة قضاء في عدة محافظات وعدة بلاد لان الناس عارت انا كنت في السعودية وخارج من العمر اللي يتحد بيقول لي اريت يا بيه ان عندي طلبة اي ولادي في الامارات وهنا 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 اما يتقلنوا استاذهم بالصفة اللي هو اصفها بيننا القضاء ولا اتحدث في هذا الموضوع ماذا لو عاد طار الشناوي معتذرا يا فندم يا فندم بيننا القضاء انا قدمت بلاغين واحد من كم يوم وواحد النهار خلاص واي تجاوز ستقدم ببلاغ تاني وفيه ناس كبيرة قوي ومستشارين كبار قوي يعني مش مستشارين في السلك القضائي محميين يعني كبار قوي تكلموني النهاردة عايزين اتقلوا القضاء دي شايف انه تجاوز ووصل للاتهم يا فندم انت ما انا قلت لسيادك انا ما اجا اقول البرنامج ده ده متقيل مش عجبني انت مش طيقني انا عندي انصراف ما عندش قدور كل ده حق هتغفروا لي ده لا بس كده بس كده فانا انا استأذنت نقيب الصحفيين ايه وكان ده كان في رمضان وبلغت واخترت السيد رئيس تحرير جريدة في المصر اليوم التي اوكن لها واوكن لكل العالمين فيها اه كل الاحترام والتقطير ايه مش دي لو سابتت السجن تمام احنا بقى بيننا القضاء اللي يقوله القضاء تعظيم سلام قال اننا ليه حق تعظيم سلام قال ما ليش حق تعظيم سلام اعتقد ان حقي حق مسكتبه